المجاعة تنهش في بوتون الجميع داخل قطاع غزة وذلك بسبب سياسة الحصار الإسرائيلية القاسية اجتداد المجاعة وندرة الموارد الأساسية جعلت الحياة في هذا الجزء من العالم تحدياً يومياً لا يحتمل فخلال الساعات الماضية تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لرجل فلسطيني يتحدث عن الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء اجتداد المجاعة في شمال غزة قائلاً متنا من الجوع لنشاهد متنا من الجوع يا عمي احنا ناش نازحين في المدارس متنا من الجوع ولادنا استجهدوا في المدارس وأنا مصاوب ولي ولد مصاوب واثنين شهداء متنا من الجوع نفسنا في كل حاجة يا عمي مجاعة طلع طلع صور يا عمي ايش هو الله طلع يا عمي اش بنوكل خباس بنوكل فول بنوكل في أبصر ايش بنوكل نفسنا في شك في التحمة نفسنا في الجاجة نفسنا في الجناع ربنا يهدي البال يا ربي موتنا من الجوع مجاعة يا عمي علا في الشمال مجاعة معي معي قالي بقى وزني 140 كيلو الحين 580 ساعة 70 كيلو من 140 كيلو فالسان النص يا عمي مجاعة طلع المجاعة لحد الويل طلع جب نوكل انفت بيها طلع أسنان ما لو يشتنا السنان يا عمي هتقولنى حاجة نوكل لحموني يا عمي مشال الله مشال محمد يا عمي موتنا من الجوع ولادنا راعوا استشهدوا واحنا مصاوبين وحالتنا حالة خلوها على الله معاي كل شراح يا عمي كل شراح كل شراح معاي عمي موت من الجوع انتكبنا انتكبنا يا عمي انخلقنا فيش عصاب فيش نفسنا الحياة ولادي راحوا ممترسنا محتلين وانا مصاوا ولي والد كمان مصاوا أنا هاي شضيه فلاصي وفي شضيه فرجلي قلوني بك عملية معناش نوفل فيش أحك أكل ما بشي لا فيه بندورة فيه لا فيه بيت نجان ولا فيه حاجة ولا معتاجة ربنا الله يرابنا أهبت البال يا عم بس ونت من الجوع نتحملنا نسبوع حالنا نسجع عجية كيف نتحمل يا عم كيف نتحمل لا أظل خباسة ولا أظل حاجة ولا أظل محتاجة من ولا نجيب يا عم من ولا نجيب الحمون يا عم الله يرحم شكرا